السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شونكم متاعرين الكرام ان شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية ان شاء الله اليوم الفيديو موالتنا فيديو تحفيزي تنظيف الثلاجة روتيني بغسل الملابس وشن نوع غسلتي وشن نوع المواد اللي استخدمها بتنظيف الملابس طبعا هذا بناء على طلب احد متابعات القناة طربت من عندي هذا الشي وبعدين رحت بجولة قصيرة بالمنطقة رحم اخذكم وياي وشوفكم وين رحت وشن اشتريت فخليكم متابعوني نهاية الفيديو وان شاء الله مشاهدة ممتعة وهذا الفيديو ان شاء الله هنا الاستهسانكم ورضاكم بالبداية هاي ثلاجتنا بدون مونتاج مثل ما هي فتحتها دا تشوفوها مثل ما هي طبعا يعني حبيت ان اضف الثلاجة وياكم حتى يكون هذا الفيديو تحفيزي واحد يعني يتهيئ لتنظيف الثلاجة قبل حلو شهر رمضان مبارك وتنظيف الثلاجة والمجمدة والطباخ عندي استخدم لهاي المنتجات اللي انا اسويها في البيت وان شاء الله رح اتركو لكم الرابط مع الفيديو اللي صنعت بهاي منتجات التنظيف باسفل صندوق الوصف اذا تحبون تشوفوه انا استخدمت المنتج الاول اللي سويته طبعا دائما ما نبدي نظف الثلاجة همشي ركز على هاي اللاستيق اللي تكون على حافة الفريز او حافة الثلاجة تنمو عنيها بكتريا وعفن فلازم دائما نظفها تنظيف زيان وننشفها حتى لا ترجع تنمو عنيها بكتريا وعفن هاي بعد ما نظفتها منتجات التنظيف ننظفها مرتين ثلاثة بخاولي يكون منقع مرتين ثلاثة اشطف المكان اللي نظفته بمنتجات التنظيف قصر وبعدين ننشفها تنشيف جيد وارجع اخلي الغراض اللي طلعتها حتى يكون جاهز ارجع المواد اللي طلعتها من الفريز هاي بعد ما كامل التنظيف وننشفتها هسا عندي هذا الورق المقوعة دائما استخلي ما افرش بالمجرات مالكاونترات بباب الثلاجة بباب الفريز طبعا هذا يقاوم الماء هسا ان شاء الله بعد ما اكمل ابدأ ارجع المواد اللي طلعتها من باب الفريز هاي بعد ما فرشتها بهالشيكيب هسا احبدي ارجع المواد اللي كانت خالتها بباب الفريز حاول دائما تفرشين بباب الفريز او باب الثلاجة هاي النايلون المقوعة حتى من واقع على شيء سهولة تنظف هينان دائما احفظ المكسرات عند الطحين اللي ما احتاجها الحليب اخليه بالفريز حتى ما يخرب هسا رح ننظف داخل الفريز هاي بعد ما فرقته رح ننظف بنفس المنتج اللي استخدمت بالتنظيف الباب وارجع ننظف مرتين ثلاثة بمي وبعدين انشف تنشيف جيد حتى ارجع المواد اللي كانت بالفريز هاي بعد ما كمل التنظيف مرتين هسا رح ننتقل على تنظيف الثلاجة من الداخل هسا رح فرق الثلاجة حتى طلع حال رفوف نغسلها وحتى ننظف باب الثلاجة طبعا انتهزتها فرصة بناتي موجودات بالبيت عدنا عطلة ربيعية عدهم عطلة ربيعية فخطايا انطيهم هاي الشغلات هما يغسلوا لي ايها ونرجع نخليها بالثلاجة لازم الكل يساعد يعني بيجي تنظيف لان ايد واحدة ما تصفق فالكل يشترك نصير مثل خليط النحل الكل ينظف هسا رح فدي نظف الثلاجة من الداخل نفس المحلول اللي نظفت بيه واذا شغلة مثلا يعني مستأصية كل شما تطلع هالا المحلول شوية جلافة وزاهمة المواعين اجلفها وانظفها هاي بعد ما كمل تنظيف الثلاجة وانشفتها هسا رح نضي عدد الرجع الغراض حتى هاي اللي جوا الثلاجة فتحناها ونظفناها يعني صر عليها تراب وشغلات يعني وصاخة وانا نعدنا الداخل للثلاجة يخلونا لوحة التحكم بدرجة برودة الفريز والثلاجة فمقررين يعني لازم تكون درجة برودة الثلاجة مثلا الخمسة اذا عنا من الخمسة تبدي المجمدة او تبدي الثلاجة تجمد الاكل فلازم يعني واحد ينتبه بعد ما نضفنا الثلاجة هسا رجعت الرفوف وفرشت عليها من هذا النايلون المقوى وهنا عندي شغلات خليتها بقنانة زجاجية وخليتها بالثلاجة الطرشي الخمرة ايشي عندي شي يتلب بالكامل تلخلي بالثلاجة تحافظين عني هاي الادراج همي ان نظفتها حتى ارجع بها الطماطئ والفاكه والمخضر هسا هنا عندي باب الثلاجة نفس الشي هاي اللاستيكر تكون هم على باب الثلاجة ان نظفها تنظيف جيد وننشفها حتى لا تنمو عليها البكترية والعفن هسا هسا سننظف هاي الادراج مع الباب الثلاجة والمجرات اللي بيها حتى نبدأ نرجع كل اشارات اللي طنعنا من الثلاجة هسا 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 هدا هسا بعدما اكمل الانظيف سأبدأ تنظيف هدا Android هاذا بدلا البلغة ها بعد ان قمت عند эغفر نجلي بن 급vari جぎ وهول اضع الضوان لأنك تتحرك في الثلاجة لا تحتاجه اضع الضوان الكتشاب المايونيز اضع الضوان كاستر لا تصدره بسرعة الآن هنا انا نصبحت ملابس نوعاتها ماجيك شيف وهي نوعات التحكم كم مرات تغسلين و كم مرات تردين الملابس مثلا درجة المي المي بارد و حار و هي اساسة من تفتحين الباب مالاتها تتوقف عن الغسل هذه الغسالات يكون نظامها طبعا انا اتحكم درجة الغسل اريدها غسلة او غسلتين او ثلاث غسلات يعني واحد يتحكم بها افضل احنا هنا عندنا نظام غسل الملابس يختلف اذا عندك غسالة بالبيت مثلا انت معجرة شقة وهي غسالتك هس ان شاء الله اشرح لكم عن هذا الموضوع في فيديو كامل وهي مواد اللي استخدمها بغسل الملابس هاي انواع التايت اللي اجيبها طبعا انا اجيبها من اسواق الجملة والقاصر ومعطر الملابس هذا كل اجيبها من الجملة يكون اصرف ويطول عندي يعني فترة طويلة وهي انواع اخرى ايضا ان المنظفات هذا استخدمها للبنات الصغر ريحتها كلش طيبة حتى الملابس الداخلية هذا الالوان الاسود النيلي الرصاصي وهي عندي المعطرات اللي استخدمها هذا يجع على شكل ورق استخدمها بالمجفف الحراري من ااخذ الملابس اجففها بالتشفيف الحراري هذا يجيبي عطر ويجعل الملابس لا تصير معاقشة يعني يفردها ان شاء الله فاديوم اسوي لكم فيديو عن طريقة غسل الملابس للي ما عنده غسالة بالبيت وهذا نوع اخر من المعطرات يجع على شكل حبيبات استخدمها ويالغسل مباشرة بعد ما اكمل ملابس طبعا اخر شي ابدأ نظف الغسالة اخليلها مثلا ملعقتين اكل من البيكن سودة او الصودة واخليلها ماء كامل يعني تنميلي كأنها مادة تنغسل غسلة كاملة بهذا الشكل يصير عندك من جو الغسالة مالتها هذا الستيل كل شي نظيف هاي بعد ما اكملتها شوفوا الستيل هاي طريقة تنظيف الغسالة هاي طريقة تنظيف الغسالة هاي نظفها بهذا الشكل هسه راح طلح طبعا عني الحمام هاي الغسالة ماتتي من هاي متحركة يعني مو ثابتة بالحمام لان بالبناية ميقبل انجيب غسالة يقول لازم تستخدموا الغسالات اني موجودة بالقاب ومال البناية بس هاي ما ما اخسر به هاي جوه ايدي وموجودة عندي بالبيت هاي بعد ما اكمل ملابس افتحها الفتحة اللي جوه وانا شفها من المي لان البيت عدنا كاربت اذا يبقى المي بيها ينزل على الكاربت ويسوي رطوبة وبعدين يصير ريحة بالشقة فهي افضل طبعا انا عدنا كل بناية بيها الباسمنت او القب ومال البناية بغسالات ومجففات تدخلين فلوس وتغسرين الملابس وتجف فيها بس انا ما استخدمها لان تكون غالية فابو يارا اشترى لهاي الغسالة لا تكون جوه ايدي شوقت ما عندي ملابس اغسلها واذا اردى جفف ملابس كثيرة عندي اخذ ليها للتشفيف العام يعني ذاك يكون ارخص وهي طبعا غسالت بيها البارد والحار يعني للماء البارد واللماء الحار هاي بعد ما اكمل اطلحها طبعا انا ما عندي مجال بالحمام الحمام صغير فاخلي هنا بالهول هذا عندي قطعة قماش قديمة فاصلتها وخيطت الهكفر طبعا هذا خيطت بيدي ومثل ما عدتكم ان شاء الله فاديوم اسوي لكم فيديو خاص عن طريقة غسل الملابس باللوندريات العامة يعني اللي تكون على شكل محلات كبار هاي الملابس اشرها على منشهر صغير لان انا ما غسله هاي ملابس شان عندي ملابس قليلة بس اذا عندي ملابس كثيرة لا ابو يارا ياخذ ليها للتشفيف الحراري بس هاي اليوم عندي ملابس قليلة نشرها على هذا المنشهر وخليها يامل هيت هي تنشف مباشرة وهاي بعد ما كملت غسل الملابس طبعا بنتي رادت من عندي حنة فقلت لها اروح نشتري حنة هي دائما تحب تسوي نقش مال حنة على اليد فهس ان شاء الله راح اشوفكم صالونات اللي موجودة يمنى شوان يكون ترتيبها طبعا احنا الحنة نشتريها من الصالونات الهندية عندهم انواع مال حنة كلش يعني زينة وحلوة كلش يعني زينة وهنا في الصالوناتهم أساسا يسوي نقش الحنة اول مرة رحت على صالون ما كان عندهم بعدين جينا على هذا الصالون اللاخ لقيتهم حنة يبيعون الوان مع الحنة اللون الأحمر واللون الأسود بس اكثر الناس تفضل اللون الأحمر بس اكثر الناس تفضل اللون الأحمر هلا يابقا نحن نتعلم نانتعلم طبعا هنا الصالونات يجعلونا نقسم منها المحجبات وقسم لا فالمحجبات يدخلون جوه دائما يدخلون جوه البنات اللي يشتغلون بيهنود هنانا عدهم نقش الحنة الميكوب يعني المكياج جي قد يكلف الحنة جي قد يتكلف كرشي يخلوه على الجام المحال حتى الواحد يعني يعرف خي قدام جي قد راح يكلف مثلا اذا رادت تسوي نقش حنة على ايدها او تسوي مساجل وجهها شغلة يعني مرتبة وهي الحنة اللي اخذنا هيش يخلوها على شكل كون يعني سووها قولي هنا خلص الفيديو مالتنا هاي طريق راجعتنا للبيت ان شاء الله هذا الفيديو هنا لإستحسانكم رضاكم واستمتعتوا اتركوا ان شاء الله في حفظ الرحمن والتقيكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة